إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنت في اللقاء الماضي أتحدث عن أسباب عذاب القبر وذكرت من ذلك عدم التحرز أو الاستتال من البول ومن ذلك أيضا المشي بين الناس بالنميمة ومن ذلك أيضا وجود دين على الميت إلى آخر ما ذكرت من أمور في الحقيقة تكون سببا في عذاب القبر وفي بداية هذا اللقاء إن شاء الله تبارك وتعالى أذكر بعضا من الأمور التي تنجي من عذاب القبر طيب هناك أسباب لعذاب القبر ما هي الأمور التي ينجو بها الإنسان من عذاب القبر حتى يستعد من الآن وانتبه إليها أيها الكرام أولا أو ما ينبغي على الإنسان فعله في هذه الحياة الدنيا قبل أن يموت ويدفن ما ينبغي عليه من أمور يفعلها ينجو بها من عذاب القبر أولا أن يكون مستعدا للموت مشمرا له حتى إذا فاجأه الموت لم يعد أصبع الندم ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة الإنسان يتوب إلى الله تبارك وتعالى يقلع عن المعاصي والذنوب والسيئات هذه من أولى الأمور التي يجب أن يعتني بها المسلم كذلك أيضا عليه أن يقضي الحقوق وأن يرد الحقوق إلى أهلها فإن كان عليه دين أو كانت في ذمته مظلمة لأخ من إخوانه عليه أن يتحلل منها اليوم قبل أن يموت كما أنه من الاستعداد للموت الإكثار من الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة كثيرة جدا أركان الإسلام من الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحق بيت الله الحرام الجهاد في سبيل الله عز وجل بر الوالدين صلة الأرحام ذكر الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأعمال الصالحة تحفظ العبد المؤمن وبها يجعل الله له من كل ضيق فرج ومن كل هم مخرج وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أعمال تحرس الإنسان في قبره تحرس الإنسان في قبره وقد ذكر ذلك الإمام بن تامية رحمه الله تعالى في حديث مشهور عن محمد بن عمر عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث قد رواه الأئمة قال إن الميت إن الميت ليسمع خفق نعال المشيعين بعدما أن يدفنوا وتغلق عليه القبر يغلق عليه وهم يمشون يسمع قرع نعالهم هذا من الذي يفعله الميت يسمع قرع نعالهم حين يولون عنه إن كان مؤمنا إن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة يعني صلة الأرحام والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجلي فإذا أتي إليه من أي جانب من جوانبه دافعت عنه هذه الحسنات وهذا يعني أمر في الحقيقة لو ثبت لكان جيدا ويدفع الإنسان إلى أن يستكثر من الأعمال الصالحة وعلى رأس ذلك الشهادتان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والعبد عليه في الدنيا وهو قادر أن يكثر منهما وأن يقوم بحقهما لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه أيضا مما ينجي من عذاب القبر أو من فتنة القبر وعذاب القبر في الحقيقة مما ينجي منه وهو هوله عظيم وفتنته كبيرة النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر في الصلاة وغير الصلاة أو خارج الصلاة والعبد عليه أن يفعل ذلك مما ينجو به العبد من عذاب القبر وفتنة القبر الاستعاذة بالله تبارك وتعالى من فتنة القبر هذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في داخل الصلاة وفي خارج الصلاة وكان صلوات الله وسلامه عليه يأمر أصحابه بذلك كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها التي ذكرت أمر اليهودية التي جاءت إليها وقالت استعيذي بالله من عذاب القبر فقالت أعوذ بالله من عذاب القبر ثم سألت النبي لأم المنين عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر حق ثم قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله وسلم بعده صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر ماذا نفعل نحن أيها الكرام إن كان هذا هو نبي الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه تقول عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان لا يصلي صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه وعن أنس رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات هكذا كان يستعيد نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعن عائشة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر صلوات الله وسلامه عليه كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لأصحابه تعوذوا بالله من عذاب القبر فيقولون نعوذ بالله من عذاب القبر وتأملوا هذا الحديث صحابة رضوان الله تعالى عليهم بمجرد أن استمعوا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يأمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر مباشرة جاء في الحديث أنهم كانوا يقولون نعوذ بالله من عذاب القبر كما كان صلوات الله وسلامه عليه يقول لهم استجروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق صلوات الله وسلامه عليه وكان يأمرهم أن يستعيذوا بالله من أربعة يستعيذوا بالله من عذاب القبر ويستعيذوا بالله من عذاب جهنم ويستعيد بالله من فتنة المسيح الدجال ويستعيد بالله من فتنة المحيا والممات صلوات الله وسلامه عليه ولا ننسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاستعاذة بالله تبارك وتعالى في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام من أربعة وهما يقول صلوات الله وسلامه عليه إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع إذا تشهد يعني قرأ التشاهد في الصلاة بعد التحيات عليه بعد أن ينتهي من أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر ما ورد في التحيات أن يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال هذا يدل يا إخواني بارك الله فيكم أن ما أسأل ليست سهلة أو هينا فعذاب القبر حق وهو واقع لا محالة على من أراد الله أن ينقعه به وهو أمر عظيم وفتنة كبيرة وشر مستطير ولذلك على العبد أن يتأمل في حال النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يستعيذ بالله من أربع إنما كان يستعيذ بالله من أربع يستعيذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من فتنة المسيح الدجال فما بالنا نحن وكأن الأمر لا يهمنا ولا يعنينا علينا أن ننتبه لذلك وأن نستعيذ بالله من ذلك وأن نعلم أن هذه المسائل التي استعاذ منها النبي صلوات الله وسلامه عليه كانت من أسباب عذاب القبر طيب هل هناك من يعصم من فتنة القبر وعذابه ونسأل الله عز وجل أن نكون منهم هل هناك أناس بعدما أثبتنا بالأدلة أن هناك عذاب للقبر وهناك أسباب لعذاب القبر هل هناك من يعصم من عذاب القبر فلا يعذب نعم هناك قوم قاموا بأعمال جليلة عظيمة أو أصيبوا بمصائب كبيرة عذبوا بها في الدنيا أو تأثروا بها في الدنيا فالله تبارك وتعالى يخفف عنه وهؤلاء يأمنون من فتنة القبر وعذاب القبر ومن هؤلاء الشهيد الذي يموت شجاعا مجاهدا يقتل في المعارك لرفع راية الإسلام وهذه مسألة مهمة يقتل لله وفي سبيل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى هذا إذا مات فهو شهيد وأجره عظيم جدا كما روى المقدام بن معدي كرب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه تنزل أول دفعة تنزل منه يغفر له يغفر الله له بمجرد أن يستشهد وأن يصاب بالقتل ويرى مقعده من الجنة بمجرد أن يموت يرى مقعده من الجنة وأيضا يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج ثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقربائه هذا حديث له الترمذي وابن ماجة وهو صحيح وقد سحاحه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى كما روى النسائي في سننه عن راشد بن سعب عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وود هنا أن ألفت نظر المشاهدين عندما أذكر النبي عليه الصلاة والسلام يزب علي وعليك أن نصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليه فيها خير كبير عبادة عظيمة المسلم يعطى عليها أجرا كبيرا من الله عز وجل ده مجرد الصلاة ولكن إذا ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام واجبت الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه في رجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيدة إلا الشهيد ليه المؤمنين يفتنون في قبورهم والشهداء لا يفتنون فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة كفى بارتفاع السيوف على رأسه كفى ببارقة السيوف وصوتها وأضواؤها وهي عند رأسه كفى بذلك من فتنة وقد شاهدها الشهيد أيضا ممن ينجو من عذاب القبر الذي يكون مرابطا في سبيل الله عز وجل واقف في يده عصاه أو سلاحه أو في بئر أو في خندق من الخنادق مجاهدا مرابطا محافظا على حدود أماته الإسلامية هذا يعني يختم له بالخير ويؤمن من فتنة القبر وعذاب القبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث فضالة ابن عبيد قال كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإن الله عز وجل ينمي له عمله يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر وهذا الحديث رواه الترمذي وابي داودا بسند صحيح أيضا ممن يأمنون من فتنة القبر وعذاب القبر من يموت في يوم الجمعة وهذا كله بتقدير الله تبارك وتعالى وقد ورد في حديث عن عبد الله بن عمر بن العاصي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر وهذا أيضا الحديث صحيح بمجموع طرق أيضا ممن يأمنون من عذاب القبر ولا يفتنون فيه من يموت بداء البطن اليوم بيموت بداء البطن كثير بأمراض البطن وأمراض البطن فيها ما فيها من مشاكل وهناك أدواء كثيرة أو أمراض متعددة يصاب بها المرء في بطنه وقد ثبت في حديث رواه عبد الله بن يسار رضي الله عنه قال كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهيدا أو شهد جنازته فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى وفي رواية قال صدقت فمن نات بالبطن وأمراض البطن متعددة وكثيرة خاصة في هذه الأزمنة إن شاء الله تعالى يرجى له الخير ويفتن ويؤمن من عذاب القبر وهذا كل يجب أن ننتبه إليه لأن بعض الناس إذا مات له أحد ببطنه جزع وربما قال كلمات تضره ولا تنفعه فلنصبر ولنتعلم هذه المسائل لأننا نؤجر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى بعد ذلك أدخل في أمر نحتاج إليه أيها الكرام وهو يقع بين أيدينا ونراه بأعيننا في كل اللحظات من اللحظات ألا وهو الموت والموت أعظم زاجر في هذه الحياة عن الموبقات أعظم ما يمكن أن ينقف الإنسان في هذه الحياة الدنيا عن الشهوات والباطل الموت فهو أكبر واعظ قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات ما رأيك أي موعظة أبلغ وأي موعظة بها نعتبر قال النظر إلى الأموات ولذلك كان بعض السلف يذهب بين الحين والآخر إلى القبور وينظر إليها ويتأمل حال أهلها وربما نادى فيهم أين أنتم لماذا لا تتكلمون وغير ذلك لكي يتعظ بالموت والموت أكبر واعظ كما ذكرت قد أحسن القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى عندما وصف الموت بقوله اعلم أن الموت هو الخطب الأفضع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأبشع وأنه الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات فإن أمر بقطع أوصالك فإنه يقطع أوصالك ويفرق أعضائك ويهدم أركانك وهو الأمر الفضيع والخطب الجسيم وإن يومه أي الموت لهو اليوم العظيم فاعتبروا يا أولي الألباب اتعظوا بالموت وسكراته ونحن نجده بين الحين والآخر في قريب أو صديق أو حبيب ولذلك علينا أن نتفكر في الموت وهو الموت الذي يضاد الحياة قال الله تبارك وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون وهذه الآية تبين أن الموت يضاد الحياة يقف عكسها يخالفها ولذلك علينا أن نتفكر في الموت فهو آية من آيات رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه ويروى أن أعرابيا كان يسير على جمل أعرابي كان يسير في الصحراء أو في الفلات في الأرض وهو راكب جملا فخر الجمل ميتا فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم ما لك لا تنبعث هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة سالمة ما شأنك ما الذي كان يحملك ما الذي كان يبعثك ما الذي صرعك ما الذي عن الحركة منعك ولا شك أن هذا الجمل لا يجيد ولا يتكلم فقد جعله الموت كائنا لا يتحرك ولا يتكلم بل هو ساكن في مكانه لا يملك من نفسه شيئا ولا من أمره شيئا ولذلك يجب علينا أيها الكرام أن نتعظ بالموت وأن نعلم أن الموت أكبر واعد وهو يقع بين أيدينا صباحا ومساء نهارا ومساء بل في كل لحظة نشاهد بعضا من الأحبة نشاهد بعضا من الأقارب وقد غيابه الموت عنا ولكن الناس غافلون ولا يتأملون ولذلك علينا أيها الكرام أن نتعظ بالموت وأن نتذكر وأن نعلم أن رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه وعظ نبيه وهو أفضل البشر على الإطلاق وعظ الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه بالموت قال كما في كتاب الله الكريم مما نزل على النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت وإنهم ميتون هذا كلام رب العالمين لحبيب الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إنك ميت هذا خطاب لرسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه ثم بيّن الخطاب بأننا أيضا سنموت كما سيموت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفي حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه في استغنائه عن الناس هذا كلام جميل هذه في الحقيقة موعظة جليلة النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن جبريل عليه السلام أتاه وقال له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت مهما بلغ عمرك ما بلغ نوح بلغ في قومه فقط ألف سنة إلا خمسين عاما إذن ماذا كم عاش من العمر كم عاش من العمر نوح عليه السلام يتجاوز الألف ربما عام ولكن في النهاية أين هو غيره ممن عمروا أين هم عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه تغذ من شئت من الأوفياء من الأحبة من الأصدقاء ولكن النهاية أنك ستتركه وأنك ستفارقه هذه من عضاة الواعظين في الموت وأحبب من شئت فإنك مفارقه وعمل ما شئت فإنك مجزي به هذا في الحقيقة أمر يخيف المؤمن حقا فلا يرتكب الموبقات ولا يقدم على ما حرم رب العباد سبحانه لماذا لأنه يعلم بأن أي فعل سيفعله فسيجاز عليه بين يده الله يوم الدين ثم يبين في موعظته الأخيرة كلاما حسنا جميلا ننتبه إليه أو علينا أن ننتبه إليه وأن نقوم بتنفيذه واعلم أن شرف المؤمن في قيام الليل شرف المؤمن يا عبد الله يا من تنامي يا من تترك الليل يا من تتخلى وتترك الصلوات اعلم أن شرفك يا عبد الله في وقوفك بين يدي الله عز وجل وخاصة في الليل وأن عزك يا مؤمن شرفك يا مؤمن في استغنائك بالله عن الناس سبحانه وتعالى جل في علا وردت أحاديث كثيرة جدا عن الصالحين وعباد الله المؤمنين مواعظ كثيرة جدا تبين أن الموت موعظة يجب أن ننتبه إليه وكان السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يعظون أنفسهم بالموت هذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا هذا كلام جميل الدنيا بترتحل والآخرة تقبل فكون يا عبد الله من أبناء الآخرة لا تكن في هذه الدنيا ساعيا راعيا تكلف نفسك ما يرهقك ويصرفك عن عبادة الله فالدنيا سترحل عنك وسترحل أنت عنها وستقبل عليك الآخرة فكون يا عبد الله من أبناء الدار الآخرة حتى إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى سرك عملك اليوم عمل ولا حساب أما عندما ننتقل إلى الدار الآخرة بعد الموت فسيكون هناك حساب ولا عمل هذا كلام من؟ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقد رواه البخاري رحمه الله في باب الأمل وطول الأمل ومن عظاة العلماء عن الموت ما جاء في تذكرة الإمام القرطبي رحمه الله عندما قال تفكر يا مغرور في الموت وسكرته تفكر يا مغرور يا من غرتك الحياة الدنيا وغرك بالله الغرور يا من أنت سائر هكذا دون عمل صالح ولا التفات ولا انتباه انتبه يا عبد الله انتبه في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته فيالى الموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله كفى بالموت مفزعا للقلوم ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات فيا عبد الله يا ابن آدم هل تفكرت في يوم مصاعي؟ هل تفكرت في يوم ستنتقل حتما من هذه الدنيا إلى أمور أخرى من القبر وفتنته ثم الوقوف بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه يا أيها الكرام نحن جميعا سننتقل من هذه الحياة الدنيا وسنترك الحياة الدنيا بعدما أكلنا فيها واستمتعنا بما فيها وتزوزنا ورزقنا بالبنين والبنات وكل ذلك من فتنة الحياة الدنيا هل تفكرنا يوما في مصرعنا؟ هل تفكرنا يوما في انتقالنا من الدنيا إلى الدار الآخرة؟ هل تفكرنا يوما في أننا سنوضع في القبر؟ وسنبقى في ضيق وظلام ولا شك أن المؤمن عليه أن يتعظ اذهب يا عبدالله إلى القبور انظر إلى ظلمتها وسكونها وإلى عدم تحرك أصحابها وإلى هجرك أنت من فيها أنت لا تلتقي بأحد من هؤلاء فاتعظ خذ موعظا من هؤلاء أين الذين غرهم المال؟ أين الذين شغلوا بجمع المال من الحرام والحلال؟ سيتركوه وسينتقل عنه إلى غيره إلى أمور أخرى سيشاهدونها جاء عن يزيد الرقاش رحمه الله أنه كان يقول لنفسه يعظ نفسه ويقول لها ويحكى يا يزيد من ذا الذي يصلي عنك بعد الموت؟ يعني أنت بعد ما تقول من الذي يصلي عنك؟ ما في أحد فصلي الآن من ذا الذي يصوم عنك بعد الموت؟ لا أحد من الذي يرضي عنك ربك بعد الموت؟ لا أحد فاتهد الآن ثم يقول رحمه الله يا أيها الناس ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم ما بقي من حياتكم؟ من القبر طالبه؟ والقبر بيته؟ والطراب فراشه؟ والدود أنيسه؟ وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر كيف يكون حاله؟ يا أيها الإكرام إخواني أسأل الله أن يبارك فيكم وأن ينفع بكم وأن لا تنسوني من دعوة صالحة؟ الإنسان نحن سننتقل من دار الحياة الدنيا مليئة بالزخار مليئة بالشهوات مليئة بالأهل والأصحاب والزوجات سنترك كل ذلك ونموت والموت أكبر واعد وننتقل من كل ذلك إلى حفرة ضيقة إلى القبر وظلمته إلى القبر وضمته ولذلك علينا أن نستعد للقاء الله تبارك وتعالى وأن نوقن أن ذلك حق وأن العبد سيلقاه لا محالة كل من يموت نشاهد ذلك ندفنه وهو قد يكون عزيزا عليك قريبا إليك ولكن هذه هي النهاية وبعدما يدفل الميت ويهل عليه الطراب يتركه أهله دون أنيس أن وحيش ولا يبقى معه إلا عمله الصالح الذي قدمه بين يديه ولذلك يا أهل الإيمان اعتبروا واتعظوا واعملوا لما أنتم مقبلون عليه فالحياة الدنيا اليوم يوم عمل وغدا حساب ولا عمل إذا مات الإنسان لا يمكن أن يصلي ركعتين أو أن يصوم يوما لله تبارك وتعالى انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا من القبر وعذاب القبر وأن يفتح علينا بالخير والأعمال الصالحة وأصلي وأسلم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 وبركاته